دخل عبدالله بن المبارك إلى بلدة وكان إذا دخل إلى هذه البلدة ينظر في أحوال أهلها ويقف معهم وينظر في شؤونهم ويتقصد طلبة العلم بذلك وكان يلقي دروسا فكان هناك شاب إذا جاء عبدالله بن المبارك إلى هذا البلد أقبل ذلك الشاب وحضر عنده الدروس وخدم عبدالله بن المبارك فهذا غاب ذلك الشاب عن الدروس في زيارة عبدالله بن المبارك للبلدة فسأل عنه قالوا هو محبوس في دين فلما انتهى من الدرس سأل عن صاحب الدين فأخبر به فذهب وسدده المال قال على أن لا يبيت هذا الشاب إلا عند أهله هذا مالك لا يبيت الشاب إلا عند أهله أخذ صاحب الدين المال ومضى إلى السجن ليخرج صاحبه وعبدالله بن المبارك خرج من البلدة ولم يخبر ذلك صاحب الدين من هو ولم يخبرهم عن اسمه ثم لما مضى ومشى مسافة خرج ذلك الشاب فقيل له إن عبدالله بن المبارك كان موجودا وسأل عنك ولم يعلم الشاب من الذي سدد عنه الدين فخرج وتبي عبدالله بن المبارك حتى لحقه في وسط الطريق وسلم عليه فقال له بن المبارك عجبا لما لم تحضر معنا يعني ما رأيناك حضرة الدروس قال كنت محبوسا بدين قال سبحان الله كيف خرجت قال أقبل رجل جزاه الله خيرا وسدد عني الدين والله لا أعرفه يقول والله لا أعرفه فقال عبدالله بن المبارك فأكثر من الدعاء له انظر كيف نفس عنه كربة دون أن ينتظر منه ثناء أو مدحن أبو حنيفة كان له جار فاسد ويسكر كل ليلة وإذا سكر أخذ يغني قائلا أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعوك طبيعي أن يضيعوك أنت لست إنسانا مجاهدا ولا عالما ولا خطيبا ولا طبيبا ولا نافعا أنت ضيعت نفسك فضيعك الناس سكران أضاعوني ماذا يفعلون لو وجدوك بأي نفع يتخذونه منك طبيعي أنهم يضيعونك لكن كان هكذا أضاعوني وأيفة أضاعوا ينصحه أبو حنيفة يتحدث معه ولا يقبل ففي ليلة من الليالي رجع أبو حنيفة إلى بيته فلم يسمع صراخ صاحبه الذي يسمعه كل ليلة فسأل أهله قال يا جماعة يعني هذا الرجل الذي نحن في كل ليلة نسمعه يقول أضاعوني وأيفة أضاعوا ما سمعته الليلة فقال أهله قد خلصنا الله منه قد سجن الرجل في دين سجن بسبب دين فقام أبو حنيفة من فراشه في الليل وذهب إلى السجن وقال لصاحبي السجن من صاحب الدين قال فلان فذهب إلى صاحب الدين وأعطاه المال ورجع إلى صاحب السجن وقال أخرج صاحبنا فأخرجه إليه فأمسكه أبو حنيفة بيده ومضى يمشي معه ويقول أضاعوني وأيفة أضاعوا أترانا أضعناك لما فقدناك ذهبنا نبحث عنك شكرا